يبدو يبدو انه الزمالك تنتظره او ينتظره صفقة كبيرة في يناير القادمة الصفقة الكبيرة عشان اسم كبير الاسم الكبير هو طارق حامد طارق حامد لعب الضمق السعودي الحالي رحب بفكرة العودة لسفوف نادي الزمالك مرة اخرى في يناير اللي جاي بعد ما حاول بعض المقربين ان هم يجسوا نبضوا ويسألوه هل جاهز ترجع نادي الزمالك قال لهم انا عايز ارجع احب ارجع نادي الزمالك بما ان الظروف اختلفت بما ان الظروف اختلفت فوارد جدا تشوف طارق حامد بقميص نادي الزمالك مرة اخرى في يناير القادمة مازال طارق حامد يؤدي بشكل رائع جدا مازال مهم من منتقب مصر ومهم في الدوري السعودي لعب كبير يعني نادي الزمالك كمان في اطار انه بيلملم اوراقه بيزبط اوراقه قرر انه يجدد عقد محمود علاء مدافع الفريق عقد محمود علاء ينتهي بنهاية الموسم الجاري وبالتالي هو عايز قبل يناير يكون مخلص امور اللاعب ويكون ضامن ان محمود علاء مكمل مع الفريق كمان مصدر في نادي البنك الاهلي قال لنا في رقم 10 انه ناصر منسي لاعب الفريق السابق ومهاجب الزمالك الحالي طلب من نادي البنك الاهلي ناصر منسي طلب من نادي البنك الاهلي استعدته من الزمالك مرة اخرى في فاطل انتقالات الشتوية القادمة وبحسب مصدر مصدرنا يعني في البنك الاهلي فالبنك الاهلي بيفاتح الزمالك من قرابة الشهر سابق وحتى شهر يناير القادم هيفضله يتفاوضوا مع نادي الزمالك لاستعادة ناصر منسي اللي كان حظه وحش مع نادي الزمالك في هذه الظروف وبطريقة لعب اوسوريو اللي كمان واضح ان اوسوريو مش مقتنع بناصر منسي بشكل كبير واضح على فكرة ناصر منسي مهاجم محترم جدا جدا يعني وسأل دائما بحترم مجالات النظر بتاعت المدربين يعني انت ممكن مثلا اللاعب ده يكون البروفايل بتاعه مهاجم صندوق بيعرف ياخد الكرات اللي على الارض واسه ما بياخدش الكرات العالية وانا راجل بحيب انا كمدرب عايز واحد اللي بياخد الكرات العالية او عايز مهاجم سريع يعني المهاجمين دول تحديدا انواع تمام المدرب بقى بيختار النوع اللي هو عايزه وبيحبه ده بش معناه انه الانواع ده يتفي نوع حلو ونوع ووحش كلهم حلوين بحسب طريقة عمل المدرب فانا لا شايف انه سوريو ظالم ناصر منسي ولا شايف انه ناصر منسي اه في قراره انه عايز يمشي من نزمة عشان ياخد فرصة تاني برضو ده قرار خاطئ الاتنين او يعني النادي كمدير فني واللاعب كان لعب جيد جدا مع البنك الاهلي كل واحد من حقه يفكر في مصلحته بالشكل اللي ما يدرج به التاني اشتركوا في القناة